موسيقى البيت الكبير ده هو كل بيت لامم مجموعة مجموعة اخواته لما الاب والام بيموتوا او الاب بيموتوا بيبقى فيه سروة كبيرة كل واحد بقى بيطلع الحقيقة بتاعته فيه ناس بتصبر فيه ناس بتقول لا ليه ده اكتر مني فيه ناس فالبيت الكبير ده هو اي صراع عائلي على فلوس ودي حقيقة انا شايفها حتى كمان اكبر من انها عيلة انا شايفة انه اكبر من كده يعني احنا في حياتنا هتلاقي كل شخصية فينا فيها حتة من الابطال دول فميزة المسلسل انه مش بتكلم بس عن الطار زي بقية الناس او تجارة مش عارف مخدرات او لأ بيتكلم عن حاجات حقيقية وانا بتاقي انه اول مرة يبقى فيه مسلسل الصراع الكبير داير بين الستات اكتر يعني الستات هم محركين الاحداث الرئاسيين في القصة والستات في الصعيد اقوى من الرجال يعني ستات في الصعيد فعلا هم الوتد وهم جوه البيت هي اللي كلامها ماشي بوسي مشايت كتير صعبة المشهد اللي بتعدد فيها على اخوها دا كان صعب قوي بالنسبالي في الجزء الاولاني الجزء التاني كان اصعب لانه نقيت ابيات يعني اقوى شوية حطيت جوه بقى الشخصية حزن اكتر من التجارب اللي شفيتها في الجزء الاولاني ومن المشاعر المطلخبطة من رغم انه هو اخوها ظلمها جدا لكن في النهاية بتحبوك اتحس انه سند ليها دا تعبني قوي انا قد يمكن عشر دقائق او ربع ساعة عاية بعد ما المشهد خلص ويقروا لي قرآن ويعني كانت اول مرة افصل يعني افصل عن شخصيتي الطبيعية دايما نبقى مسيطرة لأ ما كنتش قادرة سيطر في مشاهد بقى صعبة بين مش عايز احرق يعني في مشاهد في الوسط صعبة في صراعات داخلية بقى جوه البيت في جزء التاني مشاهد صعبة قوي يعني فيك اكتر من مشهد في مشهد بقى لا مش احرق يعني لانهو بيحصل يعني حاجة بناء عليها بيحصل رد فعلا من فوزية على الموضوع ده قوي صعب لأ الجزء التاني تعبني اكتر تعبني نفسيا اكتر وجثمانيا اكتر من الجزء الاوليان في كتير في كتير اولا فيه شخصيات جديدة ظهرت يعني مجموعة كده ظهرت حتبقى فيه صراع مختلف معاهم الصراع جوه البيت نفسه اختلف وكبر لان الاخد الكبير مات فحيبقى السراع بقى ما بين الستات وبين الاولاد فيه حقيق كتير بتكتشف بقى يعني بتبقى مرحلة تكشف حقيق لكتير من الشخصيات وشخصيات بتتغير مع بعض ممكن تلاقي كان حد بيحب حد في الجزء الاول ومعي اتقلب عليه في الجزء التاني بسبب الفلوس يعني لا زي الحياة ما هو انت فجأة ممكن تلاقي اتنين صحاب بعد سنة ما تتخيليش ان الاقرب الناس لبعض دول هما تغيروا او ابعد ناس او اكتر ناس بيكرهوا بعض وضد بعض شخصية فوزية بتتعمق قوي يعني انا شايفة انها ازدادت عمق وازدادت تقل تقل في التمثيل وفي الاداء وفي الاحداث اكتر من الجزء الاولاني شايفة كل شخصيات يعني حتى جبريا كريمة كل شخصية بتدت يبقى ليها يعني خطوط واضحة قوي قوي بقى في الاحداث والاطماع بتزيد وكل واحد بيطلع لجوا قوي بيكشف قدام الاخرين لا تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا جديدة من وش وشك